بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مدرسة تطوير ألكترونية درسنا اليوم للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول في مادة لغة الخالدة وموضوع الدرس التحليل الأدبي الضيف الثقيل يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية أولا أن يقرأ الطالب أبيات النص قراءة صحيحة بأسلوب شعري ثانيا أن يتوصل الطالب إلى معاني المفردات الجديدة في النص ثالثا أن يتعرف الطالب على معاني النص ويتذوق نواحي الجمال فيه فهيا بنا معا لتحقيق هذه الأهداف أولا التهية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع وهذا الحديث يبين بعض ماذا آداب الزيارة يبين بعض آداب الزيارة وهي آداب الاستئذان هنا يقول أذكر بعض آداب الزيارة ما هي آداب الزيارة التي تعرفها نقول مثلا الابتعاد عن الأوقات المنهي عنها في الزيارة إذن عليك أن تختار وقتا مناسبا لزيارتك واضح؟ إذن الابتعاد عن الأوقات المنهي عنها في الزيارة هذا من أهم الآداب التي ينبغي التحلي بها ثانيا من الآداب أن يجلس الضيف حيث يأذن له صاحب البيت إذن الجلوس في المكان الذي يسمح به صاحب المنزل إذن هذه بعض ماذا آداب الزيارة قلنا الابتعاد عن الأوقات المنهي عنها كذلك الجلوس في مكان المكان الذي يسمح به صاحب المنزل وهنا في الصورة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان حيث قال الاستئذان ماذا؟ ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع إذن هذه بعض آداب الزيارة النص وهو للشاعر محمد الهراوي وهو يعد من طرائف الشعر يقول لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك لا تكن عبءا عليهم لا تحملهم عناءك ليس من ذنب أناس أن يكونوا أقرباءك فتحل الصبح ضيفا واصلا فيهم مساءك أنت لا تدري إلى كم تزعج الخلاء زاءك هنا في هذا المقطع المقطع الأول يحذر الشاعر المتلقي من كونه أن يصبح ضيفا ماذا؟ ثقيلا فيكره الناس أن يلتقوه واضح؟ ثم ينبه أيضا بأسلوب النهي ويقول لا تكن عبءا عليهم بمعنى لا تكن ثقلا وحملا عليهم كذلك هنا يقول ليس من ذنب أناس أن يكونوا أقرباءك فتحل الصبح ضيفا واصلا فيهم مساءك يعني بمعنى أنك تزور في وقت الصباح ثم تواصل الزيارة إلى المساء وقلنا في التهيأ قبل قليل أنه ينبغي أن يختار ماذا؟ الوقت المناسب أن يختار الوقت المناسب نكمل النص هنا يقول قد تراه مستمدا لك من قوم عشاءك ربما أن هذا الرجل أو هذا الشخص الذي قمت بزيارته ربما استمد العشاء من من آخرين حتى يقدمه لك نكمل القراءة يقول قد تراه مستمدا لك من قوم عشاءك قد تراه مستعيرا لك من جار غطاءك انتزر فليك غبا ثم لا تكثر بقاءك قد مضى عصر قديم وجديد العصر جاءك فترك الناس نزيلا واجعل الأجر كراءك إذن الشاعر في جملة النص يريد ماذا؟ أن ينبه على بعض أداب الزيارة إذن يريد أن ينبه على بعض أداب الزيارة ننتقل للأنشطة وبها إن شاء الله سنتعرف على النص أكثر قبل هذا نريد أن نتعرف على الشاعر وهو الأديم محمد الهراوي شاعر مصري ولد سنة 1302 هجري الموافق لـ 1885 ميلادي يعد رائدا في شعر الأطفال رسد له ديوان الهراوي للأطفال وتوفي سنة 1358 الموافق لـ 1939 ميلادي إذن النص لهذا الشاعر المصري محمد الهراوي وهو يعد رائد في شعر الأطفال وهذا النص تحديداً يعد من طرائف الشعر يعد من طرائف الشعر ننتقل الآن إلى التدريبات أكمل الفراغ التالي يجمع مضمون النص بين أمرين الأول النصح إذن يتضمن النص ماذا؟ النصح بمعنى أنه يقدم نصيحة للمتلقين بأن لا يكون ثقلاء في الزيارة واضح؟ كذلك الفكاهة إذن يجمع بين مضمون النص يجمع مضمون النص بين النصح وماذا؟ والفكاهة اختر الإجابة الصحيحة أبيات النص تناسم مجاله حيث جاءت خفيفة قصيرة أو ثقيلة طويلة ما رأيكم؟ لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك لا تكن عبءا عليهم لا تحملهم عناءك أرى أن الأبيات ماذا؟ خفيفة وقصيرة في نفس الوقت إذن هي ماذا؟ خفيفة وقصيرة في وقت واحد ننتقل اختر أيضا الإجابة الصحيحة يقول النص يدور حول آداب الأكل أو آداب الزيارة واضح جدا من العنوان أنه ماذا؟ يتحدث عن آداب الزيارة ومطلع النص يقول لا تكن ضيفا ثقيلا واضح جدا هنا أنه ماذا؟ يتحدث عن آداب الزيارة لا تكن ضيفا ثقيلا لا تحملهم عناءك أو يكره الناس لقاءك إذن يتحدث في النص عن آداب الزيارة يتحدث عن آداب الزيارة ننتقل للفقرة التالية هنا في هذا التدريب يقول صل الكلمة بالمعنى المناسب ورد معنى في النص الكثير من الكلمات بعضها جديدة عليكم سنتعرف عليها إن شاء الله عب إذا نزيل كراء عب عندما وردت في البيت الذي يقول ماذا؟ لا تكن عبا عليهم إذا وردت أيضا أين؟ أين وردت؟ تزعج الخلة إذاك نزيل في البيت ماذا؟ أخير عندما قال فترك الناس نزيلا واجعل الأجراء كراءك وكراء أيضا ورد في البيت الأخير سنتعرف على معاني هذه المفردات أولا عب معناها ماذا؟ حمل ثقيل عب معناها حمل ثقيل كلمة إذا ماذا تعني؟ تعني مقابل إذا بمعنى مقابل نزيل بمعنى ماذا؟ بمعنى ساكن إذا عب حمل ثقيل وإذا مقابل ونزيل ساكن بقي كراء وهي ماذا؟ أجر عندما أقول الكراء هو بمعنى الأجر إذا هذه الكلمات التي وردت في النص عب قن حمل ثقيل وإذا بمعنى مقابل ونزيل بمعنى ساكن وكراء بمعنى أجر ننتقل إلى فقرة أفهم وأحلل السؤال هنا يقول هل ثق الضيف ثق الحسي؟ أم ثق الآخر مع التوضيح؟ عندما يقول في البيت الأول في المطلع لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك هل هذا الثقل حسي؟ أم شيء آخر؟ نقول ليس ثقلا حسيا إنما ثقل معنوي وهو إشعار المظيف بالحرج من الزيارة لعدم استعداده لها بالانشغال بعمل أو الفقر المانع من أداء واجب الضيافة فهنا المعنى بالثقل أنك تكون ثقيل ماذا؟ بشكل معنوي ربما هذا صاحب المنزل الذي قمت بزيارته يشكو من الفقر أو لديه عمل أو مرتبط بأمر آخر إذن ليس ثقلا ماذا حسيا بل ثقل معنوي وهو إشعار المظيف بالحرج من الزيارة لعدم استعداده ربما أنك قمت بزيارته في وقت غير مناسب له واضح؟ إذن ليس ثقلا حسيا إنما ثقل معنوي وهو إشعار المظيف بالحرج من الزيارة لعدم استعداده لها إما منشغل بعمل أو فقر منعه من أداء واجب الضيافة إذن هذا معنى الثقل الذي ورد في النص وهو ورد في مطلع الأبيات عندما قال لا تكن ضيفا ثقيلا السؤال الآخر يقول ما أثر تكرار لا الناهية في الأبيات نلاحظ في الأبيات أنه كرر ماذا؟ لا الناهية لا تكن ضيفا ثقيلا لا تحملهم عناءك واضح؟ لا تكن عبءا عليهم هذه كلها ماذا؟ لا الناهية ما الأثر الذي تركته هذه الأداة وهي أداة النهي؟ نقول ماذا؟ قوت التعبير حيث أفادت نهي الضيف على الإثقال على المظيف واضح؟ إذن هي ماذا؟ أفادت نهي الضيف ماذا؟ أن لا يثقل على المظيف أكدت هذا المعنى لأن النص هو ماذا؟ يعد نصح ماذا؟ للضيف بألا يثقل على المظيف أو صاحب المنزل إذن هي قامت بماذا؟ بتقوية التعبير ونهي الضيف على الإثقال على المظيف ننتقل إلى التقويم والسؤال يقول ما معنى الكلمات الملونة؟ قال الهرراوي وهو شاعرنا لهذا النص الضيف الثقيل لا تكون عبءا عليهم لا تحملهم عناءك أنت لا تدري إلى كم تزعج الخلّة إزاءك مر معنا عبءا وإزاءك وقلنا أن معنى عبء ماذا؟ حمل وثقل أو حمل ثقيل وتقول إزاء بمعنى مقابل إذن هذه الكلمات الملونة من الكلمات التي وردت في النص وهي ماذا؟ عبء بمعنى حمل وثقل وإزاءك أو إزاء بمعنى مقابل أحسنتم ننتقل إلى خلاصة الدرس وهو بعنوان التحليل الأدبي الضيف الثقيل للشاعر محمد الهرراوي وهو شاعر مصري قلنا ولد سنة 1302 هجري الموافق لـ 1885 ميلادي وقلنا أنه يعد رائدا في شعر الأطفال أيضا له ديوان الهرراوي للأطفال وقلنا أيضا بينا تاريخ وفاته وهو يوافق 1358 هجري الموافق لـ 1939 ميلادي إذن هذا هو القائل قائل النص تحدث الهرراوي في هذا النص عن أداب الزيارة وعدم الإثقال على صاحب المنزل الذي تقوم بزيارته عندما بدأ نصه بقوله لا تكن ضيفا ثقيلا لا يكره الناس لقاك حيث بدأ هنا في النص بأسلوب النهي وهو نهي المتلقي عن الإثقال على صاحب الدار العنوان الضيف الثقيل وهذا عنوان يعطي إشارة إلى المعاني الواردة داخل النص أو الغرض من النص وهو النص المعاني الجديدة تعرفنا على كلمة عبء وقلنا أنها حمل أيضا تعرفنا على كلمة إزاء قلنا مقابل تعرفنا على كثير من الكلمات التي جاءت ومنها كراء وقلنا أنه بمعنى أجر أبيات النص جاءت قصيرة وخفيفة جدا وهي مناسبة للنص والطرافة والفكاهة إذن هذا هو نصنا في التحليل الأدبي الذي تناولناه نرجو أن قد دفقنا في تقديم ما يستفاد منه في هذا النص إلى أن نلقاكم في درس آخر نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر